مساء العطاء، مساء الحب، مساء التسامح وما أجمل التسامح؟ التسامح هو من أعظم الصفات اللي ممكن يتمتع فيها أي إنسان على وجه الأرض واليوم هيدا الفيديو مختلف عن 90% من الحلقات لمعودين أنتوا تسمعوها مني اليوم نتكلم عن التسامح نتكلم أنه نتفهم ظروف الشخص الآخر أنه نتفهم سبب تأخره بالرد على رسائلنا مش دايما الشخص اللي بيتأخر ليرد على رسالتك بيكون قاصد وبيكون عم يتعمد أوقات كتير بيكون في عنده ظروف ومن أهم هيد الظروف أنك أرسلت له الرسالة بوقت غير مناسب واليوم نتكلم عن رسالة نصية ولكن هيدا الرسالة النصية مش رسالة حرفية هيدا الرسالة نتكلم عن توقيت الرسالة بغض النظر شو مضمونة فيه يكون سلام وكلام عادي ولكن اليوم نتكلم عن التوقيت المناسب لأنت لازم ترسل فيه الشخص سواء كان حبيب أو صديق كي تحصل على رد سريع هن بالحقيقة أربع أوقات لازم ترسل فيهن لهيدا الشخص واحتمال كتير كبير هون أنه يتجاوب ويرد بسرعة مثل ما قلنا هن أربع أوقات ذهبية لتبعت فيهن الرسالة كي تحصل على رد سريع أول توقيت هو أنه الشخص يكون عم يتفاعل يعني هلأ من دقيقة أو من دقيقتين أو هلأ حاليا هو فات على الستوري لقلك أو هو عم يعمل لك لايك أو عم يكتب لك تعليق هيدا الشي شو بيعني؟ بيعني أنه التليفان بإيده وأنه فاضي وعم يتفاعل وعم بفوت على الستوريز فهيدا بيعني أنه فيه حال احتمال كتير كبير إذا بعطل له رسالة هلأ هو يكون حامل التليفان ويرد عليك فورا لأوقات شخص بيتأخر بالرد لأ ممكن التليفان مش معه يعني أنا هو واحدة من الأشخاص اللي مش دايماً التليفان بإيدي وفيه كتير مثلي وفيه أشخاص بحطوا التليفان أحياناً صامت لأن بيكون في عندهم شغل معين فما تلهم شخص فوراً وتحكم عليه أنه عم يتجاهلك أو يتعمد أنه يرد بشكل متأخر قبل ما تطبق هيد القواعد هلأ في حال كان متفاعل وأرسلت له الرسالة ومرض فأيضاً ما تقول والله لا دكتورة لم يسألت لنا أنه إذا كان متفاعل ومرض معناها يتعمد أن يتأخر لا نحن هون عم نعطي 80 أو 90% ممكن يرد بسرعة ولكن فيه 10% بتبقى أنه قد يكون الشخص قادر يتفاعل بس مش قادر يرد على التليفان أو قد يكون الشخص هلأ اتفاعل من بعد ترك التليفان وذهب إلى مكان تاني عم نعطي النسبة يعني بنسبة كتير كبيرة إذا أرسلت بهيداً توقيت رح تحصل على رد سريع أما إذا مضى يوم كامل ويوماً ومن بعد شفته متفاعل وشفته أونلاين وعم يحكي مع باقي أصدقاء ومع هاك مضى أكتر من 48 ساعة يعني يومان ومرد فتأكد أنه هيدا الشخص أنا بأكد لك وبضمن لك أنه عم يتعمد يتجاهلك ويتعمد أنه ما يرد عليك فأفضل حل أنك تسكت وتصمت وتقعد على جنب أحد ما هو يرجع ويبادر ولما يرجع ويبادر لازم يعطيك سبب حقيقي لأنه عم نحكي 24 إلى 48 ساعة يعني هيدا مدة زمنية لا يستهان بها بالنسبة للتأخر على الرد ثاني توقيت هو أونلاين يعني بتشوفوا أونلاين على المسنجر على الفيسبوك على الإنستغرام على الواتساب هو موجود مبين أونلاين ولكن هون أيضا بدي حذر مش دايما لما يكون أيضا الشخص أونلاين معناها قادر يرد ممكن عم يحكي عنده اجتماع شغل وأنا أوقات كتير بعمل اجتماعات عبر الأونلاين وكتير أوقات أشخاص من معارفة بدأولي ما بقدر رد مع العلم بيكون أنا موجودة أونلاين ولكن لما إخلص فورا بروح وبحكيهم لا لأني ماهتم رد عليهم أما الشخص اللي بيتأخر مثل ما قلنا هي ذات الفترة الزمنية من 24 إلى 48 ساعة فهيدا هون في شي غلط ولكن قصة التأخر ساعة وساعتان هي من بعد انتهاءه من العمل الأونلاين اللي حكينا عنه فهيدا مش داعي أنك دغري تحكم مع هالشخص وتعصب وتصير نيتك سيئة تجاهه لأن مثل ما قلنا الأونلاين هون توقيت الأونلاين أنت عندك من 80 إلى 90% أمل أنه هالشخص يرد بسرعة عليك أكتر من ما أنه يكون مختفى غير متصل غير متفاعل معناها التليفون ممكن يكون مش معه تالت توقيت مناسب لتحصل على رد سريع أنه هيدا الشخص هلأ عم ينشر عنده منشورات عم ينشر stories عم بينزل على صفحاته عم بينزل بالإنستجرام بالواتساب فمهم عم يعمل نشاطات وعم بينزل منشورات هيدا دليل أيضا أنه التليفون بأيده احتمال كبير إذا أرسلت فورا والآن ممكن يرد عليك ومنرجع من عيد ومنكرر ثم نرجع من عيد النقاط اللي شرحتم بأول نقطة عن التأخير من 24 إلى 48 ساعة هي ذاتا اللي منطبقها في حال هيدا الشخص تأخر بالرد عليك آخر نقطة كتير مهمة للتسامح ولتكون نيتنا طيبة ما تكون دايما نيتنا سيئة مش دايما الشخص بأوقاته اللي هو بيكون بالشغل فيها اللي بيكون يمكن عم بسوق يمكن بالسوبر ماركت حامل غراض بإيده مش قادر يحمل التليفون في كتير ظروف بتمنع الشخص أنه يرد فورا على الرسالة أو على الاتصال فلازم أنت من خلال معرفتك لهيدا الشخص أنك تعرف شو أوقات فراوي يعني أنت بتعرف من هالوقت لهالوقت بالشغل أو بالجامعة أو بيكون عنده شغل ضمن قلبات أو شغل بمكان معين أو واجبات اجتماعية معين فأنت بطبيعة معرفتك لازم تكون شوي ذاك لتعرف شو الأوقات اللي ممكن هيدا الشخص ما يكون عنده ظروف خارجة عن إرادته مثل العمل أو أي نشاط تاني بيتحتم عليه أنه ما يقدر يرد بسرعة تماما مثل اليوتيوب بتلاحظه دايما نحنا مننزل أو أنا شخصيا بعد 8 مساء لأنه الجولدن تايم أو وقت الزروة حسب ما بيعطينا استاتيستيك إحصائيات اليوتيوب بالإعدادات أغلب الناس بيكونوا أونلاين وفتحين التليفون مساء حسب المكان الجغرافي اللي هن موجودين فيه أكتر الناس بعد 8 المساء بيكونوا فاتحين فبيقلولك هيدا الوقت هو الوقت الزهبة لحتى أنت تنزل فيه منشور على اليوتيوب أو فيسبوك أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي واليوم عم نطبق نحنا بعصر السوشال ميديا كتير مشاكل أحيانا بتصير وبيوصلني مئات الاستشارات مشاكل بسبب السوشال ميديا والواتساب والإنستجرام والمسنجر وبعدتله وتجاهل وبعدتله ومرد وشفته أونلاين ومرد فأهم شي النية الطيبة ومش ضغر نحكم بنوايا سيئة ومش ضغر نصير عصبيين أونلاين مع مين عم تحكي أونلاين ولا ما عم بترد نعطي مجال بالوقت أولا بالتوقيت المناسب اللي حكينا عنه من بعد الشمس متل ما بيقولوا واضحة في السماء رح يبين وبيظهر مع الوقت إذا كان هيدا الشخص عم بيكرر هيدا الموضوع من دون سبب وإذا كان بالفعل خارج عن إرادته وظروف معينة ترجمة نانسي قنقر